أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والمان مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات تسهم في خفض بعثات الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وخلق مزيد من الفرص لتحقيق الاستدامة في مجال الطاقة جاء ذلك ضمن مشاركته في عمال المائدة المستديرة الوزارية التي عقدت تحت عنوان البنية التحتية لتحول الطاقة ضمن أجندة أعمال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا والذي معقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات حيث أثنى سعادة الوزير على الجهود المتميزة لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم الاجتماعات الدولية التي تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة وأوضح سعادتها أن مملكة البحرين تسعى من خلال توحيد الجهود على المستوى الإقليمي أن تكون مركزا لتطوير تقنيات الطاقة بهدف الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني كما画ام وصفت الوطني ضبط المرسال اشتركوا في القناة